اشتركوا في القناة الاسلامية كما نتابع ايضا ارل الاسرى الفلسطينيون يكبرون الاحتلال الاسرائيلي على وقف الاجراءات التعسفية بحق في اول ليلة من الشهر الفضيل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تناول اول سحور في شهر رمضان المبارك هذا العام مع العاملين والمهندسين في العاصمة الادارية الجديدة وفي كلمته لهم شكر الرئيس مجهود الاياد العفية التي حولت بقعة صحراء من ارض مصر الغالية الى مدينة تضاهي افضل عواصم العالم معماريا وحضاريا وتكنولوجيا في سنوات قريلة كان مهم او ان احنا نبقى موجودين مع بعض لمناسبة جميلة زي كده فكل سنة انتو طيبين ودائما ايامنا ان شاء الله تبقى ايام طيبة وجميلة وفيها كرم ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله فش عايز اعطانك واكتر من كده لسه هنكمل حاجة تاني فباشكر طبعا الشباب والايدي العافية اللي بتشتغل و بتعمل الاعمال الرائعة دية على مدى السنين اللي فاتت يعني وبناديكوا الصحة وكملوا واحنا زي ما انتم شفتوا كده زي ما اتقال ارض كانت يعني كانت صحرة مفيش فيها حاجة ولسه تشوفوا الدنيا بقى تحاملة ازاي بفضل الله وبفضل جهدوكو يعني كل سنة انتم طيبين وداخل مركز مصر الثقافي الاسلامي تفقد الرئيس اروقة دار القرآن الكريم التي تضم ثلاثين رواقا بعدد اجزاء القرآن الكريم واستمع الرئيس لشرح من الدكتور اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية حول امكانيات مركز مصر الثقافي الذي يعد رمزا لتعانق العلم والدين لنشر المعرفة بالاسلام الصحيح دار القرآن الفانديم تتكون من ثلاثين ايوان كل ايوان تم نقش جزء من اجزاء القرآن الكريم كاملا عليه بحيث انه اللي يدخل كل ايوان كأنه بيعيش في قلب هذا الجزء من القرآن الكريم مع الجو الذي يحيط بالمكان من الزخارف الراقية المنحوطة في الحجر بصبر وبتفاني وبحب الجزء الاول ساتة من القرآن الكريم بيبدأ طبعا بزخارف سورة الفاتحة كل ايوان يشتمل على عشرين سفحة ليست مصورة بل منقش نقش على الحجر اعادة احياء وتجديد لهمة المصري القديم اللي كان ينقش العلوم والمعارف على الحجر وفي ساحة مسجد مصر داخل الحي الحكومي بالعاصمة الادرية الجديدة انسابت تواشيح اول فجر في شهر رمضان الكريم فهذا المسجد الذي شيد ليكون منارة علمية وثقافية ودينية للعالم يستوعب اكثر من اثنتين عشر الف مصلي الرئيس حرص على اداء صلاة الفجر في مسجد مصر وان من بشائر الامل والفأل الحسن ان تتزامن الساعات الاولى من شهر رمضان المبارك من عام 444 بعد الالف من الهجرة مع افتتاح صرحين عملاقين هما هذا المسجد الكبير ومركز مصر الثقافي الاسلامي في رمز يشير الى تعانق العبادة والعلم والمعرفة في الاسلام مسجد مصر في عاصمة مصر الادارية الجديدة وقد الحق به المركز الثقافي الاسلامي ونبعت منه دار القرآن الكريم ليمثل صرحا شامخا شيدناه نحن المصريين بحب واخلاص وتفان وقد عقدنا امالا عظاما على هذا المسجد ليكون منارة من منارات الاشعاع نقدمها هدية للدنيا باكملها عندنا طموح عظيم ان ينطلق في مسجد مصر ان تتأسس فيه مدرسة للمؤذنين تدرب المؤذنين على ابهى واجمل مقامات اداء الاذان الشريف هدية مصر للعالم في شهر رمضان هي افتتاح المركز الثقافي الاسلامي بالعاصمة الادارية الجديدة الذي شيد باحدث الامكانيات العالمية ليحقق نموا ثقافيا وفكريا ودينيا يضحض افكار المتطرفين ويساهم في بناء اجيال واعية لا يشوش تفكيرهم غلاة الدين لتبقى مصر ابدا الظهري منارة العلم ومنبر الاسلام الوسطي الصحيح محمد شلآمي النيل اذا انتبعنا مشاهدين الكرام هذا التقرير عن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاملين في العاصمة الادارية الجديدة اولى ايام الصحور في شهر رمضان الكريم كما ايضا افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الاسلامي بالعاصمة الادارية الجديدة لمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم اليه هاتفيا الدكتور عبدالغني هندي مقرر لجنة الحوار بالمجلس الاعلى لاشؤون الاسلامية دكتور عبدالغني دعنا ننطلق بداية من اهمية هذا المركز الثقافي المصري في العاصمة الادارية الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بقول لحلقتك وكل السادة المشاهدين وحتى ما لم يشاهدونا كل عام ونحن بخير ونحمد الله سبحانه وتعالى على اننا ادركنا هذا الشهر وادركنا هذه الايام الكريمة وفي الحقيقة لابد ان نعلم وكما هو معلوم لدى كل من يعلم التاريخ ان لهذه الامة ولهذه الدولة دور مهم جدا في رعاية القرآن الكريم والسنة النبوية وعلوم الإسلام والإسلام عبر تاريخ امتد لأكثر من 1084 سنة وهذه الامة دائما وابدا ترسل رسائل تقول هذه الرسالة للعالم بانها معنية بحفظ كتاب الله وبحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحفظ العلوم الدينية وبحفظ رسالة الإسلام العمرانية لانه في الحقيقة لا ينفصل ابدا العمران عن رسالة الإسلام ورسالة القرآن ورسالة الإيمان واعتقد انه من تاريخ شهر رمضان الكريم هو الشهر الذي افتتح فيه الازهر الشريف وهو الشهر الذي بنيت فيه القاهرة وهو الشهر ايضا الذي افتتح فيه هذا المسجد الجامع الكبير وهذا المركز الثقافي الإسلامي ليكون منارة لكل الدنيا وليؤكد على استمرار هذه الرسالة وأن أبناء مصر الآن يحملون نفس رسالة مصر التاريخية والحضارية في إنارة العالم بنور الإسلام ونور المعرفة ونور العلم يأتي افتتاح هذا المسجد في هذا التوقيت وهذا المركز الإسلامي في هذا التوقيت وهو جهد كبير جدا ليس على مدار عام أو عامين ولكن له جهد استمر لأكثر من أربعة أعوام ليؤكد أن العمران الإيماني والعمران الروحي للإنسان لا ينفك أبدا عن عمران البناء وتشييد المدن الجديدة أو العواصم الجديدة هذه رسالة حضرية في غاية الأهمية أعادت للأزهال مرة أخرى العمارة الإسلامية في أبهى صورها وكان هذا أمر قد توقف كثيرا وتأخر كثيرا في إظهار التطور والتقدم العمراني للعمارة الإسلامية الرائعة الرائدة التي أبهرت العالم ومساجد مصر الخالدة التي تؤكد على هذه العمارة مسجد السلطان حسن أو مسجد الرفاعي أو مسجد المؤيد شيخ أو مسجد الأزهر أو مسجد محمد علي بالقلعة أو العديد من ألاف المساجد التي أكدت أن العمارة وفن العمارة الإسلامية حفظت عليه مصر على تطوره وعلى تقدمه وهو أيضا استمرار لهذا الفن فن العمارة الإسلامية مصر ترسل هذه الرسالة المهمة جدا التي تأتي في ظروف من الممكن أن تكون صعبة يمر بها مصر وتمر بها العالم ولكنها تؤكد على أنها أمة مستمرة وعلى أنها أمة تتطلع إلى أساق جديدة وإلى مستقبل جديد واحد لأبنائها وبأبنائها عندما تولد دولة اهتمامات بمثل هذه الرسائل المهمة وبمثل هذه الأبنية التي تعد حجر زوية للعمران وللنهوض بالعلم وللنهوض بالعلوم الإسلامية وللنهوض بالثقافة حتى بشكل عام أعتقد أنها تؤتي رسالة طمقنة لكل القادم لأن مصر إن شاء الله رب العالمين ستعبر وأن مصر ستكون بخير العبور المعنوي والحضاري والإنساني هو عبور مهم جدا كعبورنا الذي حدث في 73 لذلك هذه الرسالة وهذا التأكيد على استمرارية مصر بالقيام بهذا الدول كان أمرا جليا وأتى في نفس الوقت الذي دائما وأبدت ما ترسل فيه مصر عبر تاريخها الرسائل العظيمة وهو بداية شهر رمضان الكريم وهذا ما كنت أود التساول عنه يعني دلالت أيضا هذا الشهر الفضيل وافتتاح هذا المركز الثقافي الإسلامي وأيضا المسجد الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرموز الدينية وكبار رجال الدولة أيضا والحرص على أن يكون الصحور في أولى ليالي شهر رمضان من هذا المكان شهر رمضان دائما وأبدا يعطي ويؤتي لنا برسائل مهمة جدا تؤكد على الصبر وتؤكد على الرحمة وتؤكد على التواصل وتؤكد على البناء وهو شهر الصبر لذلك عندما تأتي هذه الرسالة الحضارية بهذا الشكل العظيم في هذا الشهر العظيم يؤكد على تناغم الزمان والمكان والمبنى أيضا وأعتقد أنها رسائل مقصودة في هذا التوقيت لتؤكد مصر ارتبطها بهذا الدين العظيم ولتؤكد مصر ارتبطها بخدمة هذا الدين العظيم وهذه المناسبات العظيمة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى ألا إن لكم في أيام داركم لنفحات ألا فتعرضوا لها وهو ضرب من ضروب التعرض لهذه النفحات الكريمة في هذا الشهر العظيم عندما يقترن العلم والمعرفة والحضارة بهذا الشهر الكريم تتقدم الأمم هذه هي الرسالة التاريخية التي حملها رمضان عبر تاريخ الإسلام وعبر حضارة الإسلام هذا الشهر كان شهر فتح ونصر لهذه الأمة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بفتح جديد ونصر جديد لأمتنا العربية والإسلامية بلو العالمين لأننا في غاية الحاجة إلى شهر رمضان وإلى عداد رمضان وإلى تقاريد رمضان وإلى قيم رمضان وإلى روح رمضان هذا الشهر العظيم الذي يذكرنا دائما وأبدا بانتصاراتنا وببنائنا لهذه الأمة ولهذه الحضارة أيضا دكتور عبدالغني يعني كيف يمكن أن يكون هذا المركز الإسلامي المصري منارة لنشر الفكر المستنير في الحقيقة وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة في ضوء الضور الذي تقوم به المؤسسات الدينية بالطبع على رأسها الأزر الشريف في هذا الضور والله أنا أتمنى أن يعني يحدث اجتماع للمؤسسات الرسمية على رأسها طبعا فضيلة الإمام الأكبر ويقدم عمل متكامل لهذا المكان على مدار اللحظة وليس على مدار الساعة أو الشهر أو الأسبوع لأن قضية استغلال مثل هذه الأماكن على مسؤولية الدولة قامت بالبناء ولكن المؤسسات التاريخية والإسلامية والدنيا الكبيرة الموجودة في مصر عليها أن تنهض بأن يكون هذا المكان منارة لكل العالمين وليأكد على هذه الرسالة أتمنى أن يحدث إنثيق بين المؤسسات الموجودة وهي القادرة ولديها القدرة ولديها الأفراد الذين لديهم الوعي أن تكون هذه الرسالة العالمية وهذه الرسالة التي يحملها الإسلام رحمك للعالمين هي رسالة هذا المكان الذي لا ينفصل أبدا عن المؤسسات القديمة والموجودة في مصر التي تحمل هذه الرسالة الورسطية ورسالة الاعتداء أتمنى أن يدعو فضيلة الإمام الأكبر لهذا الاجتماع وأن يترأسه ثم يعرض هذا الملف وهذه الأجندة لهذا المكان على رئاسة الجمهورية أو على مجلس الوزراء ويكون هناك عمل لهذا المركز على مدار اللحظة وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار اليوم وعلى مدار السنة وأن يكون هناك فعالية تليق بهذا المبنى الحظيم الذي بني بأموال المصريين ليحمل رسالة معرفة ورسالة حضارة إلى كل حد واشكرك دكتور عبدالغاني هندي مقرر لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أيضا ينضم إليه هاتفين دكتور عبدالعزيز النجار أحد علماء الأظهر الشريفة دكتور عبدالعزيز أيضا يعني دعني أبدأ معك بما انتهيت به مع دكتور عبدالغاني فكرة هذا المركز وأهميته أيضا في نشر سماحة الدين الإسلامي الوسطية والاعتدال والدور الكبير الذي تقوم بالمؤسسات الدينية وعلى الأسل الأظهر الشريف بيأطابة في نشر هذا الفكر المستنير بيأطابة وتصحيح كثير من المفاهيم والحوار مع الآخر يعني بلغة توضح حقيقة الدين الإسلامي وغير ذلك من معايير السلام والتعايش السلمي وغير ذلك من المبادئ أعوذ بالمشاهد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير وبصحة وعافية بمناسبة هذا الشهر الكريم الذي صادف افتتاح مسجد مصر وهذا المركز الثقافي الذي يعتبر نقلة كبيرة في تاريخ مصر وخاصة في العاصمة الإدارية وإن مثل هذا المركز الذي يتبنى الفكر الوسطي وكذلك بما يحتويه من مكتبة عامة وكذلك من أماكن تحفيظ القرآن إلى آخر هذه الأمور هي تبين كيف أن الدولة مهتمة اهتماما كبيرا بالدين الإسلامي وكذلك سماحة الدين الإسلامي ونشر الدين الإسلامي الصحيح الذي ليس فيه تهاون ولا فيه تشدد ويعتبر هذا ربا واقعيا وعمليا على كل من ادعى أن مصر تحارب المساجد وأن مصر تحارب الإسلام وأنها تتجه نحو العلمانية هذا دليل واقعي ودليل عملي على أن الإسلام هو منهج الدولة وهو ما تعمل به الدولة لنشر الإسلام وكذلك العمل على تفقيف المسلمين في أنحاء العالم فبما رأيناه بالأمس كان عمل جميل بما يحتويه من عمل فني بديع وبما حصل عليه من شهادات وكذلك افطار سيادة الرئيس مع الصحور سيادة الرئيس مع الأمال وتواجده مع العمال وإعطائهم دفعة قوية للانتهاء دلالة أيضا أن تكون المساجد هي البداية في العاصمة الإدارية وكذلك قدرائية من قبل لكي يؤكد على تعانق الأديان وعلى سماحة الدين الإسلامي وأن البداية تكون من المسجد وهذا يعني من الأمور الجيدة التي أسعدت المصريين في الليلة الأولى من ذلك الشهر الكريم يعني أيضا دكتور عبد العزيز شاهدنا أرويقها للقرآن الكريم محفورة على الجدران بيئة طبع داخل هذا المركز الفقافي الإسلامي وأيضا هناك حديث عن مدرسة للمؤذنين أيضا يعني كما استمعنا في التقرير أهمية هذه الأمور أيضا والرسالة من ورائيها واستعدت هذه الروح للعمارة الإسلامية وأيضا البحث عن الأصوات المميزة حتى يعني تقوم بالأذان في مختلف المساجد المصري هذا يعني أن الاهتمام كما أن هناك اهتمام كبير بالإسلام بالقرآن وتحقيق القرآن كذلك كان هناك اهتمام بالجانب الفني للعمارة الإسلامية وفعلا ما شاهدناه من هذا يعتبر قطع فنية يعني أستطيع أن أقول أنها نادرة لكي تبين أهمية القرآن وأهمية تحفيظ القرآن للأجيال القادمة أما بالنسبة لمدرسة المؤذنين فهي تأخرت كثيرا لأن مصر كما اهتمت بالتجويد وبالقراءة وبأعلان القراءة على مستوى العالم فكذلك مصر كان يبغي أن تهتم أكثر بالمؤذنين وخاصة أن صناعة المؤذن وتخريق المؤذنين هي ليست فقط تفيد مصر بل تفيد العالم كله وتعتبر مصر مركزا لتلاوة القرآن وتدريس القرآن وكذلك تعتبر مصر مركزا لتخريق المؤذنين نحن نرى نشاز في كثير من المساجد بسبب عدم دراسة وبيان كيف يكون الأذان فطلبنا كثيرا وطلب المصريون كثيرا بأن يكون هناك مدرسة أو معهد أو مركز يخرج لنا المؤذنين بكي تظل مصر مركزا على مستوى العالم للعلوم الإسلامية للكراء للمؤذنين فده شيء جيد جدا جدا ومش موجود في أي دولة في العالم تعتبر مصر هي صاحبة الصدق في هذا الميدان أشكرك دكتور عبد العزيز المجار أحد علماء الأظهر الشريف ننطق المشاهدين الكرام إلى الملف الثاني حيث اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك باحات المسجد الأقصى ونفذ المحتج المقتحمون جولات استفزازية وأدوا تقصا تلمودية في باحات المسجد وبالقرب من أبوابه ووفرت شرطة الاحتلال الحماية لمجموعات المستوطنين إلى حين انتهاء اقتحامهم أيضا تمركزت عناصرها قرب أبواب الأقصى وفرضت قيودا على المصلين ويقتحم المستوطنون الأقصى بصفة شبه يومية وتزداد وطيرة الاقتحامات في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال وخلال الأعياد اليهودية هذا وقد استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طول قرم بشمال غرب الضفة الغربية واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عزبة شوفا جنوب شرق طول قرم وأغلقت مدخلها الرئيسي ومنعت السيارات والسكان من المرور كما حصلت منزلا كان يتحصن به الشاب الشهيد وأضحت مصادر طبية أن الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاما وصل إلى المستشفى مصابا برصاصة في الرأس إضافة إلى عدة رصاصات في الأطراف السفلية هذا وقد أكدت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي دعا المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين واتعرضت خلاله إسرائيل للانتقاد لمواصلة توسعها للسيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأدنى تور وينسلند دعا جميع الأطراف إلى الامتناء عن الإجراءات وحادية الجانب التي تتسبب في تصعيد التوطر وعبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن قلق بلادها بشأن سمرار العنف في إسرائيل والضفة الغربية وندد العديد من ممثل الدول العضاء في المجلس بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بعمال العنف معربين عن قلقهم من أن الكنسة الإسرائيلية قد تبنى قانونا يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى عام 2005 وعقب الاجتماع أكدت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن من بينها اليابان والإمارات وسويسرا وفرنسا أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي والاستعداد لدعم أي مبادرة تهدف إلى استعادة سلام عادل ودائم يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب بكرامة وأمن كما تم تنديد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الذي أنكر وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب وفي ملف الأسرة أعلن ممثل المعتقلين الفلسطينيين بسجون الإسرائيلية أن ألفين معتقل كانوا يعتزمون الإضراب عن الطعام بدءا من اليوم قرروا تعليق إضرابهم وذلك بعد توصل إلى تفاهمات مع مصلحة السجون الإسرائيلية في أعقاب توصل الاتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية أعلن ممثل المعتقلين الفلسطينيين أن ألفين معتقل كانوا يعتزمون الإضراب عن الطعام قرروا تعليق إضرابهم ممثل المعتقلين الفلسطينيين قالوا أن تعليق خطوة الإضراب جاءت بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرة كان من المقرر أن يبدأ الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة ألفين من بين نحو أربعة آلاف وثمانمائة معتقل في السجون الإسرائيلية منهم مئة وسبعون طفلا وتسع وعشرون امرأة احتجاجا على إجراءات فرضها عليهم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية للأسرة قالت إن الأسرة الفلسطينيين حققوا ذلك بفضل وحدتهم والمساندة الشعبية التي تلقوها لجنة الأسرة في سجون الاحتلال أثنت على تماسك الأسرة الفلسطينيين ووحدتهم معربة عن شكرها لأبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم الذين ساندوا الأسرة طوال فترة الحراك الماضية لمزيد من التفاصيل ينضم إليه هاتفيا الدكتور أحمد فواد أنور أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الإسكندرية دكتور أحمد إذن يعني استمرار الانتهاكات للإحتلال الإسرائيلية حتى في أول أيام الشهر رمضان المبارك إذن يعني كيف تنظرون إلى استمرار هذه الانتهاكات والرسالة التي تسعى إسرائيل من رأيها يعني بعد حال حدثت كل إسرائيل ومشاهدين بسير بحيرة إسرائيل في هذه الأوقات الثالثة ترتكب في سلة من الحسدات الخاصية المجراءات الاستجازية دلغت مباعة والأمر طوال الوقت من المجتمع الدولي يتم بمقررته بما يجري في إكرانيا فحينما كان الاحتلال من كبر روسيا وجدنا هذه الانتفاضة الدولية في المقابل الاحتلال الإسرائيلي المنتج لعفوض لم يمل حتى عصبات صادية راضعة أو مواقف سياسية تارمة على الأرض من الجانب السياسي وفي أذيره الدول العرية تعمد ونمت انكسى ذاته لذلك الخطوة التي تمت إيجاء التصعيد الإسرائيلي فيما تحسبون وما قبله من رد الحويل من الأسفة الفلسطينية على وقع هذه الانتهاكات المستمرة من جانب إسرائيل كيف يتعامل الفلسطينيون وهل ربما نشت تصعيدا أيضا من جانب الفلسطينيين للرد على هذه الانتهاكات؟ تبا يكون مشروعة بإطار سلسلة من الانتهاكات لأبسط من السفوق للحياة مثل ما تعرضت له دايزة ثورة بالفعل وليس بالقول مثل تضييق الانتقال من المكان الرقافة أذاء الثلوات أرباح أيضا في صعوبات وشيطة كثير متعلقة بالفعل بالحواجب الأمنية المتعددة حتى السلطة الفلسطينية التي يطالبها إسرائيل لتبح المكومة بشكل ويسمى إن أكثر من الخبال الإسرائيين وتم بمساعد تحفل تقاتل إحاوية الخاصة بكبار المتعدين الفلسطينيين التي تشتيح لهم سهولة في الانتصال بالمساعدة يتصل راضي على الفحة الإسرائيل السمية وأعتقد أن الجانب المساعدة سيفتع سمن أجل الحسابات المتعددة خاصة أن هناك المساعدة العديدة مثل أسمى المجتمع الإسرائيلي عبرت عنها الاحتياجات المساعدة ليست في الانتصال فقط ولكن أعظم في صحيحة أيامنا هو من أجل اليوم الذي شهد أهلاف الإسرائيل والفلسطات العديدة لأكثر من المجتمع الإسرائيل أيضا دكتور رحمد لو انتقلنا إلى ملف الأسرى وكان هناك إضراب مقرر اليوم لكن تم إلغائه بأطبع بعد توصل لتفاهمات بين الحركة الأسيرة في فلسطين ومصلحة السجون الإسرائيلية بأطبع يعني كيف يمكن أن تعمل مع هذا الملف تحديدا حتى يمكن ضمان حقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي طبعا ملف مريع ونحن يتحدث عن أسرى في التصوص وأقلناها لأن غريبية المعتقلين هم معتقلين إسرائيا لأنهم لم يتم محكمتهم لم يتم تحديد بليل واحد بالنسبة لهم ولم يتم تحديد بالتالي عقوبة يعلمونها ما تنتهي فهذا هو الوجه الحقيقي للإسرائيل الذي يجب أن يتم تسطور العالم والضغط عليها من خلال إدرازه للمنادر التي تدعي دعمه أخو الإنسان والمطالبة بالنسبة لجناء السلسطينيين بأكبرهم مواطنين ونسبة للتأخير يأخذ البسيطة يلقى فيه السنقسون والعيش في كرامه أيضا لو تحدثنا عن ملف المستوطنات هناك رفض ربما دولي بأطابة لاستمرار إسرائيل في هذا الملف في ملف فلسطين والتوسع وما أقرته من قوانين مؤخرا وبالتالي كيف يمكن أن تكون هناك إرادة دولية حقيقية ضغطة على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات في هذا الملف والتوسع والتهام المزيد من الأراضي الفلسطينية أو التعبير عن رفض الناس والرفض الرافض يتم أصمت وما يتم دعم حتى الإجراءات التي تم الاستفاد حلائها في العصبة وحاول إسرائيل الترافض عنها وتم مرادة هذا المسبورة تحديدة دولاً أحد فيه بشأن وقت الاستيسان وحتوى أساسية لتجاوز على الأقل الفترة عن التواصل الحالية ودعم الإسرار وفي النهاية الأسراف بالتالي ستكون فترة فيما حدث انتجار بسبب قطعان المستوطنين وشارعانة البؤر الإستيسانية التي حتى القانون الإسرائيلي أصبرها في رفض المرضى أيضاً يعني الدور العربي كيف يمكن أن يكون داعماً للفلسطينيين خاصة أن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية للعرب كما تؤكد الجامعة العربية دائماً وكما يؤكد قادة الدول العربية وبالتالي كيف ترى الدعم العربي للشعب الفلسطيني لضمان حقوقه المشروع بالطبع؟ أول جود العرضي عمل جماعي وعمل كراكومي بمعنى المحلة الجزائر التي ستحصها بالتالي تقريباً للقضية الفلسطينية أعقبها قمة في نصف بشأن القضية وتم الأول مرة سرح محوى اقتصادي بالإدارة والمحوى السعيسي والسانوني بشأن دعم الفلسطينيين والمضم في القضية ودعم الفلسطينيين والسلسطينيين هو أحد جانب الاجتماعات في العصبات التي هي اجتماع أحرم في ترمي الشيط هذا يعكش أن هذا العامر أولوية لدى العواصم العربية كان هو أولوية لدى الصعوب العربية التي فرى أن هناك الزبان مبالغ في وقوة مقرطة تجاه الكنوستانيين وبالتالي استحق الأرض وقت شادقة للمجتمع داني أتدخل داودي لرسال الفلسطينيين أو ما أتدخل لهم في هذه الفترة الحكومة لو تحدثنا عن الضور المصري أيضا لمساعدة الشعب الفلسطيني والتواصل إلى تفاهمات وإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان استمرار التهديئة أولا زور مصري بحكم الخدرة المترسمة بحكم النموذج وهو تطاعة بالفلاح وبالمعركة الحروبية أن ينتجع كامل أرض ومن الاحتمال وبالتالي أخر نموذج يحتاجه هذا هو أمر محل احترام وتقدير من جميع الأسراف العربية والإسلامية والدولية أيضا ويظل استرار الخلادات المترسية على دعم الجانب الفلسطيني بكل طرق الخطرية أو سياسية أو بحكم الخدرة المترسية هذا الآن دوما محل احتمال من جانب الخلادات المترسية ربنا تناشى مع الرأي العامل المصري الباعد كيفية من الخضرية الفلسطينية هذا عمر يعني يكون أهمية التنسيط الأمن وعلى الحفاظ مع الجانب الفلسطيني الذي لدينا معه التنسيط الخلاد لدينا مع خانوات التنسيط لكن نوفقها لكذلة الجانب الفلسطيني أو على الأقل تقليل خطائره في ذلك تدافت أن الزموح الإسرائيلي وعتيزين وتعامل المستوطنين تمكنت من الحكومة الإسرائيلية وصابتها حاليا إلى وضع دل وحكومة أيضا دكتور أحمد السؤال الأخير حول مستقبل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نيثنياهو في ظل هذه الاحتجاجات التي تحدثت عنها وأيضا في ظل يعني تنامي المعارضة دخل حتى الكنيسة لبعض هذه السياسات بالفعل الحكومة الإسرائيلية يعني جاء مصبوخة في تطرفها وبالتالي الرجل في السؤال الداخلية حجاها أيضا غير مصبوخة هذا معنى أنه وجبنا عصيها للأوامل العسكرية وجبنا خروب من إرسادنا بالنسبة من قواس الاحتياط والدوش الإسرائيلي جاء المحتمال يقوم على قواس الاحتياط بشكل أساسي بالإضافة لقاطع الصورة واحتجاجات من شرائح مختلفة من المجتمع أعتقد أن المعجر كبير لأنه إذا ترادع عن تحالفه مع الأسراف المتطرفة من غاية التي كانت من الحكومة ستنهر هم على الطارق وفي المحابل يعني أعتقد أن الأجراء تتجه إلى انفجاج كبير وليس حتى الانتخابات خطة لأن الانتخابات التي تتوق في القتام الثاني والقتام وعطة النهاية مجرد من التجنية أشكرك دكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الدراسات الأبرية بجامعة الإسكنترية بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية تهديل إطلالة الإخبارية المباشرة من النيبيا تجدد اللقاء وموضوعات جديدة ومتجددة كل عام وحضرتكم بألف خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة